اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باسم الله سبحانه وتعالى والحديث ان شاء الله في هذه الليلة عن تفسير الاسم بداية كما تعلمون البسملة قل باسم الله باسم الله الرحمن الرحيم ولم يبدأ بالله سبحانه وتعالى مباشرة ما هو معنى الاسم هنا ولماذا الاستعان بالاسم ولم نذكر انه استعان بالله مباشرة هذا معنى مهم واحد يتعرف عليه ان شاء الله بحسب المستطاع نبين بعض النقاط في هذا المجال الاسم في اللغة مشتق من السمو وهو الرفع وعلو المكانة علو الدرجة الارتفاع ويسمى اسما لانه ترتفع به درجة الخفاء الى الظهور الشيء مختفي ما معروف حينما يذكر اسمه يظهر ويعرف انه هو المقصود قبل ان يذكر اسمه لا يعرف من هو المقصود ولكن من يذكر الاسم فيخرج المسمى من حالة الخفاء الى حالة الظهور ولذلك يسمى اسما هذه درجة من الرفع والسمو لغويا يعني هكذا يقال قيل من الوسم او السمة والسمة هي العلامة كثير اكو من المفسرين يقولون ان هذا خطأ لغوي لان الاسم اذا كان من السمو فجمعه اسما وهو صحيح ولكن لو كان من السمة والعلامة فالجمع يصير اوسام واذا صغر يصير وسيم وهذا لا يأتي في جمع الاسم او في تصغير الاسم اذا الاصل كما يقال هو من السمو اشتقاق الاسم من السمو وبمعنى الرفع والارتفاع وعلو الدرجة لا بأس في مقدمة بمعنى الاسم قبل ان نأتي لماذا نقول باسم هناك اختلاف بين المدارس الفكرية الاسلامية المخالفة لاهل البيت سلام الله عليهم في توضيح الاسماء الحسنى واسماء الله جل وعلا والمشكلة معقدة يمكن بحث الاسماء والصفات من اعقد البحوث في علم الكلام بالفي الفلسفة الاسلامية ان صح التعبير من اعقد البحوث هو بحوث الاسم والصفات ومشكلة البحث يعني التعقيد في البحث ان الله سبحانه وتعالى كما نقول بسيط غير مركب وليس له اجزاء فاذا ما علاقة هذه الاسماء بالله سبحانه وتعالى هل هي اجزاء اضافية وهذا لا يصح ليست اضافية اذا ما هو الارتباط بينها وبين الله سبحانه وتعالى هذه المشكلة الرئيسية تأتي ايضا في الخلق في الوجود ويمكن تسمعون في هذه الايام كثيرا ان نظرية وحدة الوجود وانها خطأ ان المراجعنا علمانا كلهم يقولون هذه النظرية خاطئة وربما المسألة غامضة عند الكثير من الناس لا بس توضيح على ان هي مرتبطة ايضا بنفس المعنى الوجود نقول وجود الله سبحانه وتعالى ولا محدود زين هل يوجد وجود اخر غير وجود الله مثل وجود البشر مثلا الجبال الحيوانات نعم هذا بالبديهة نعرف هذا الوجود ما هي العلاقة بين وجود الله ووجود البشر اذا نقول وجود البشر هذه نظرية وحدة الوجود انا ابينها وبعدين ابين الخطأ فيها يقول ان اذا وجود الله ينتهي عند وجود البشر صار حد لوجود الله ان احنا وجودين ما الذي يفصل بينهما الحد ليش نقول هذا اصبع وهذا اصبع ما نقول اثنين هم واحد لوجود حد بينهما هذا ينتهي حد الى هنا هذا يبدأ حد من هنا الى هنا ليش نقول هاي يدين ما نقول يد واحدة لان هاي اليد انتهت وهاي اليد الثانية بدت حد سان اذا كان الوجود الالهي اللامحدود فكيف ينتهي عند حد وجود الموجودات هذه الشبهة عند القائلين بوحدة الوجود شو فلسفية هي اهل البيت بينوه باوضح بيان واجمل معاني ولكنه بالنتيجة يأخذ من كلام الفلاسفة ويتركون كلام اهل البيت سلام الله عليهم فانان الفيلسوف ما عنده خيار شي سوي يقول وجود الله محدود بحدود وجودنا ما يصير الله لا محدود يقول احنا موجودين رح نحد حد لله في تصورة فاذن تدعوا رأيي انه الوجود كله هو وجود الله سبحانه وتعالى لا يوجد غيره وباقي الموجودات تعبيره موجود ظلي شون انت واقف بالشمس واكد ظلال اليك هذا الظلال ما لتك ظلالك بس هو انت لا مو انت فجي مفصول عنك ولكن ينسب لك ظلالك فالموجودات لا وجود حقيقي لها الوجود الحقيقي فقط لله والباقي مظاهر من وجود الله سبعضهم يعبر يقول شنون الموج بالبحر البحر بيه امواج كثيرة الاف ملايين الامواج هاي الامواج هي غير البحر اللي هي نفس البحر هي نفس البحر ولكن تشكل البحر بشكل موج كبير موج متوسط موج صغير الى اخره فهو نفسه هذه باختصار شبهة وحدة الوجود يقولون لا يوجد تكثر تعدد وانما هو وجود فقط واحد وجود الواجب واجب الوجود الله سبحانه وتعالى ولا يوجد وجود غيره الا وجود ظلي احيانا يقول وجود صوري شنون انت بالمرأة بالمرأة اتعاين وجهك تشوف انت صورتك موجودة هل ياتور الصدق انت موجود بالمرأة لا موجود انت انت موجود بالخارج هذا الوجود الحقيقي اما اللي بالمرأة صورة اليك فاذا هذا الوجود الكون على رأيهم انه صورة لوجود الله سبحانه وتعالى اذا المشكلة ذكرت انه تصورهم انه لو قالوا ان الله لا محدود وانه هناك موجودات محدودة لحدت وجود الله سبحانه وتعالى وهذا طبعا خطأ جسيم ومجمع عليه علماؤنا كما نرى في كتاب الفقه العروة الوثقى للآية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطباء اليزدي والذي كتب كل مراجعنا حاشية على فتاوى يقول من انواع الكفرة من يقول بوحدة الوجود وكل المراجع يقولون نعم هذا اللي يقول بهذا المعنى هذا يعني نسب وجودي انا كأنه انا الله انا الله وانت الله والبناء الله والارض الله والسماء كلها الله هذا كلام نعوذ بالله هذا كلام شرك بس هذه مشكلة احيانا الفلاسفة او اهل العرفان يقعون في هكذا مطبات سالجواب السهل على لغتهم نقول الكلام في الحدود صحيح اذا كانت الوجودات مادية بين الوجود المادي والمادي يوجد حد اما الوجود اللي المادي فلا يوجد حد له انا عندي عقل وانت عندك عقل تقدر تقول اشقد المسافة بين عقلي وعقلك ما تقدر تقول شون المسافة هذا الاجلاس كم عقل اقدر اترسي به ما تقول ما لا معنى ما يصح هذا الكلام لان العقل مو مادي حتى نقول يا بي طولة سنتين في خمسة في اربعة شونو طولة عرضة ارتفاع العقل الموجود بالقلاس لو خارج القلاس بس طولة ما يصح هذا الكلام بالقلاس او خارج القلاس هذا الكلام لا يصح الموجودات اللامادية لا تحتاج الى مكان ولا الى زمان فلا تحدها الحدود الزمانية والمكانية فكيف نتصور هاي الموجودات وكل ثم اذا كانت هاي الموجودات هي الله فاذا ماكو خلق اصلا بعد احنا نقول الله خلق الاشياء زين يصير المؤمن والكافر كلاهما الله يصير الله يخلي نص قسم منه بالجنة المؤمنين وقسم منه بالنار يحترقون بالنار والنار هم هي هو هذا شلون فهم عقيم وسي بس بالنتيجة الاستدلالات احيانا الفلسفية هكذا توجد بالانسان لان يبتكر بعض الاراء غريبة جدا طبعا البحث مفصل انا اختصرت بمقدار المقام هنا فاقول نأتي الى الصفات وعلاقتها بالذات نحن نقول ان الصفات الالهية الذاتية واحدة له وليست متكثرة ولكن نحن ننظر لها من زاوية الصفة المعينة اما هي واحدة ليست اثنان يعني انا اشبه تشبيه مادي لتبسيط الفكرة انا 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 جالس الجماعة هنا على اي جانب من جانبي على يميني والجماعة مننا على يساري والجماعة مننا امامي والجدار خلفي صارت اذا اربع صفات يمين ويسار وامام وخلف هل انا اربعة عندي لو انا واحد انا واحد حينما تنظر من هذه الزاوية تقول هذا يمين حينما تنظر من تلك الزاوية تقول ذاك يسار اما الاصل الموجود هو واحد وانا واحد فانا مو اربعة حتى جانب قاعد يمين وجانب يسار وجانب امام انا واحد انت ابنين تنظر لي يصير التعدد الله سبحانه وتعالى واحد اذا نظرنا له كون عليم بكل شيء نقول عالم عليم اذا نظرنا له انه حي موجود نقول الله حي مو يعني جزء مننا حي وجزء مننا عليم وجزء بصير وجزء سميع ما في اجزاء هو الحي القيوم والقيوم تقتضي السيطرة على كل الامور والحي منع على كل الاشياء فهو واحد لا تعدد فيه جل وعلا والصفات انما تصف بعض جوانب ستعبير بعض يقول التجليات الالهية او المخلوقات الالهية او الصفات الالهية تعبير مختلفة يتجلى علمه فنقول عليم يتجلى قدرته فنقول قدير وهكذا ننزهه من التعدد فنقول لا شبيه له لا نظير له لا مكان له لا يحتاج لها مكان لا يحتاج لها زمان كان منذ البدء وقبل البدء ونقول هو ابدي ازلي ازلي وابدي سرمدي باقي الى الابد هذه التعابير ننظر زوايا متعددة ولكن هو واحد ليس فيه اجزاء متكثرة ولكن بعض المذاعب الإسلامية تقول لا الأسماء الحسنة زائدة على وجود الله سأل المسيحين يقولون ثلاثة ونقول هذا شرك الله واحد سألهم يقولون مئة اسم أسماء الحسنة لكل زائدة على الله وقعوا في هذا المشكل هذا المطب أن يقولون هي مع الله صار تكثر فلابد يدون الله حتى ليس تكثر سأل الله واحد وذني زيادة فهذا الزيادة صار شرك في الله شرك من حيث لا يشعرون وقول شرك ولكن من حيث لا يشعرون لذلك فهم الصفات أنها أحيانا نصف الذات وأحيانا نصف الصفات وأحيانا ننزهه سمو صفات الجلال صفات الجمال وصفات الجلال جلال يعني ينزه منها وأحيانا نصف أفعاله فعل الله سبحانه وتعالى يصف وهو خير الغافرين وقول يا خير الغافرين لأنه يغفر فهذه فعل من أفعال الله جل وعلا الأسماء الحسنى هي مئة توقيفية بحسب الروايات مئة في القرآن الكريم حوالي مئة وثمان وعشرين اسم من أسماء الله مذكورة ولكن ليست كلها الأسماء الحسنى أسماء الحسنى كأنه مذكورة بعددها لا زيادة فيها ولا نقيصة باقي الصفات صفات الأفعال كما في مثلا دعاء المجير حوالي مئة وثمانين اسم ندعو الله به في دعاء الجوشن ألف اسم ندعو الله به بك ليست الأسماء الحسنى هذه الأسماء الحسنى كذلك هنا لا بأس أن نأتي برواية من أهل البيت سلام الله عليهم يوضحون هذا المعنى الذي تاه فيه كثيرون عن أبي هاشم الجعفري قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فسأله رجل فقال أخبرني عن الرب تبارك وتعالى له أسماء وصفات في كتابه وأسماءه وصفاته هي هو الأسماء والصوات هو أم غيره أيهما فأجاب عليه السلام قال إن لهذا الكلام وجهين إن كنت تقول هي هو أي أنه ذو عدد وكثرة فتعالى الله عن ذلك الصفات متعددة تختلف والله فيه تعدد تعالى الله عن ذلك لا يصح الله واحد لا شريك له ولا شبيه ولا نظير ولا جزء ولا جوف ولا أي شيء آخر بسيط بالتعبير ولا حد له وإن كنت تقول هذه الصفات والأسماء لم تزل يعني الصفات والأسماء لم تزل مع الله سبحانه وتعالى حتى هذا لم تزل مع الله يقول يحتمل معنيين كيف لم تزل مع الله الله منذ القدم هذه الصفات كانت معه وكان عليم كان قدير كلها كانت موجود فبأي معنى تريد أن تقول يقول فإن قلت لم تزل عنده في علمه وهو مستحقها فنعم يعني الأسماء والصفات موجودة في علم الله منذ الأزل نعم الله يستحق الأسماء الحسنة وكل الأسماء الباقية صفات الجمال والجلال كلها لله سبحانه وتعالى بهذا المعنى نعم وإن كنت تقول لم يزل تصويرها وهجاؤها وتقطيع حروفها تقطيع حروفها يعني شنو يعني الكتابة غير شنو معنى الإمام يقول الكتابة مع الله لأنه أكو رأي عند المذاهب الإسلامية يقول القرآن قديم مو القرآن كله الكتابة قديمة بل حتى الجلد والغلافة أذام قديم ممنوع تقول وإذا تقول لها أنت كافر تذبح وإذا أيام العباسيين وفتنة خلق القرآن وهذا الحديث الطبي يقول كل القرآن قديم حتى الهجاء والحروف والنقاط قديمة والورق قديم حتى الجلد والغلاف كل قديم ترضى ترضى ما ترضى أنت كافر يذبحوك فالإمام سلام الله عليه يشير للفكرة السائدة في ذلك الزمان يعني ظهر أبي جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السلام الرواية فهذه فتن كانت من رضا عليه السلام فتنة خلق الغرآن فالإمام الجواد عليه السلام يرد على ذلك فمعظ الله أن يكون معه شيء غيره قرآن وكتاب وموضوع تقول في علم الله نعم علمه قديم أما تقول الكتابة كانت بهذا الشكل العربي والحروف العربية والهجاء والظمة والفتحة هذا كانت مع الله ما عظى الله أن يكون معه شيء بل كان الله ولا خلق لم يخلق شيء ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه إذن هذه الأسماء الله سبحانه وتعالى شنو فائدة الإمام بين وسيلة بينه وبين خلقه إنما نريد أن ندعو الله سبحانه وتعالى لأنه خفي الألطاف لأن نحن نعرفه من خلال صفاته أما كنه الله ذات الله لا تعرف يعجز العقل عن معرفتها محالة هذا فنعرفه بصفاته الصفات تتمثل بهذه الأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى بها ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعون بها إليه ويعبدون وهي ذكره حينما نذكر الصفات نذكر الله سبحانه وتعالى من قول يا أرحم الراحمين هذه صفة لله سبحانه وتعالى نحن نذكر الله سبحانه وتعالى وإن كان ذكرنا بصفة واحدة من صفاته يا خير الرازقين نذكره بصفة الرزق وهكذا يا مشافي يا معافي الأخير نذكره بصفة معينة ولكن يقول وكان الله ولا ذكر والمذكور بالذكر الذي نذكره هو ونعدد صفاته والمذكور بالذكر هو الله القديم الذي لم يزل والأسماء والصفات مخلوقات والمعاني والمعني بها هو الله الذي لا يليق به الاختلاف ولا الاعتلاف ما يجوز الاختلاف وزيادة ونقيصة وإنما يختلف وتأتلف المتجزئ يعني أشياء المتجزئة ممكن تجمعها ممكن تفرقها تأتلف وتختلف هذا مع هذا ينجمع وممكن أن يفترق فهذا الاعتلاف أو اختراف جمع وهذا مادي وله أجزاء ما الذي ليس له أجزاء لا يوجد اعتلاف جمع ولا تفريق لأنه واحد بسيط ليس كمثله شيء فلا يقال الله مؤتلف ولا يعني ولا يقال الله قليل ولا كثير ولكنه القديم في ذاته أزلي لأنما سوى الواحد متجزئ كل المخلوقات متجزئة بس هنا المخلوقات المتجزئة يكون في التوضيح لطيف كل الأشياء المادية تقدر يتجزئها زي أن الأشياء الممادية شلون يتجزئها العقل مثلا ما يتجزئ شلون يتجزئها يقول نعم بالخارج ما تقدر يتجزئها بس بالفكر تقدر يتجزئها أيها تضم عقل إلى عقل شي سير عقلين فكرة إلى فكرة فكرتين تفصل الفكرتين أنا أتصور واحد وأتصور الثاني هي تصورين جمعتم ما في بالي في هذا المجلس اثنين ثلاثة موجودين أشوفهم وأقدر أفرقهم واحد واحد فإذن بعض الأشياء في الخارج تفترق والأمور المادية ممكن تقطع أجزاء وتقسم أما اللامادية فممكن بالفكر أن نجمعها ونقسمها ولكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن تجزيته في الخارج ولا حتى في الفكر لأنه واحد أحد فرد صمد ليس كمثله شيء شوفوا بيان أهل البيت سلام الله عليهم يحل كل المشاكل التي وقع بها الفلاسفة والآخرون والله واحد لا متجز ولا متوهم متجز يعني بالخارج ولا متوهم بالبال بالقلة والكثرة وكل متجز أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق الله فقولك إن الله قدير شنو معناته إن الله قدير يقول خبرت أنه لا يعجزه شيء أو خبرت أنه لا يعجزه شيء يقول الله قدير يعني الله لا يعجزه شيء فنفيت بكلمة القدرة بالكلمة العجز وجعلت العجز سواه وكذلك قولك عالم إنما نفيت بالكلمة الجهل وجعلت الجهل سواه وإذا أفنى الله الأشياء سأقبل يوم القيامة تفنى الأشياء أفنى الصورة والهجاء والتقطيع ولا يزال من لم يزال عالم فإذن هذا الكتاب والأشياء الموجودة هي مخلوقة تحدث وتفنى والله سبحانه وتعالى حي قيوم باقي فقال الرجل فكيف سمينا ربنا سميعا سمينا ربنا سميعا هنا سميع معتبار الإنسان يسمع بجارحة بأذن عضو من أعضاء فسأل الله ما عند أعضاء فكيف سمينا ما زالت الشبهة في بال السائل فسأل زين كانوا يسألون والإمام يجيب وبقيت هذه الأنوار من كلمات أهل البيت سلام الله عليهم لنا لكي نستفيد منها في وقتنا الحاضر قال عليه السلام لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع نحن بالسمع شنو اللي ندرك الأصوات ندرك الأصوات بالسمع وندرك الأشياء بالبصر يقول الله لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع لذلك سمي سميعا ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس لم هذا الأذن الموجود في الرأس وكذلك سميناه بصيرا لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار يدرك بالأبصار شنو اللي ندرك بالأبصار قل علي سمي لونين أو شخص أو غير ذلك ولم نصفه ببصر لحظة العين لم يعي العين المادية وإنما لا يخفى عليه لون أو شخص أو وجود أو ما شكل إلى آخره طبعا الحديث طويل نحن أخذنا بعض الشيء منه أن الكلام طويل جدا سأناك كثير من أحاديث أهل البيت في هذا الجانب يعني ربما لا مجال لبيانها كلها بس هذه مختصر عن هذا الموضوع نأتي إلى الاستعانة لماذا كانت الاستعانة باسم ربك اقرأ أو بسم الله الرحمن الرحيم هنا يعني سؤال لماذا لم تكن الاستعانة بالله مباشرة في القرآن الكريم هناك جملة آيات بعضها يذكر اسم الله وبعضها يذكر الله مباشرة وموارد هي مختلفة إذا أردنا أن نقسمها نقول في الموارد التي الله سبحانه وتعالى يربط العمل به تبارك وتعالى ابتداء هنا يقول يستعمل الاسم اقرأ باسم ربك يربط العمل هنا عمل موجود أنت تقرأ تستعيد بالله تستجير بالله هذه عمل تقوم به فتربطه بالله تربطه من خلال الاسم هنا فتقول اقرأ باسم ربك أو بسم الله مجراها ومرساها أو فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه هنا عمل فتكون ذكر اسم الله عليه حينما تذبح الذبيحة نقول بسم الله وبالله مثلا نقول بالله وبالله نقول بسم الله نذكر الاسم الجانب الثاني في بعض الصفات موجودة يقول اذا ذكر الله سبحانه وتعالى ضمن ممارسة شعائره من شعائر الله سبحانه وتعالى من العبادات يذكر ايضا الاسم مثلا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هنا في الصلاة وشعير عبادة وذكر ايضا اسم ربه واذكر اسم ربك بكرة واصيلة يعني يعبد ربك بكرة واصيلة سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى وهذا ايضا عمل من الاعمال يقوم بالانسان في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه جانب عباده يذكر اسم الله فيها او ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معدودات في مورد الحج اذا اذا هنا يذكر اسم الله يأتي الاسم ونذكر به ولكن اذا اردنا ان نسبح الله وننزهه عن كل نقص ان التسبيح معناه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص هنا اذا اردنا هذا المعنى من التسبيح نذكر الله سبحانه وتعالى مباشرة مثل سبح لله ما في السماوات وما في الارض مو سبح باسم الله سبح لله يعني نزه الله من كل ما يشين او سبحان الله عما يصفون مو سبحان اسم الله سبحان الله عما يصفون سبحان الذي اسرى بعبده ليلا فهذه كذلك فهذا يعني موارد التسبيح الالهي اذا اردنا ان ننزهه ونتحدث عنه مباشرة احيانا النسبة تكون لاسم الله في التنزيه مثل ايضا سبح اسم ربك الاعلى او فسبح باسم ربك العظيم هذه مناسبات مختلفة لها دلائل مختلفة على كل حال البدء باسم الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا اجمالا ممكن نعيد للفائدة ان كتاب الله التدويني الذي فيه صفات الله وصفات الجمال والجلال التدويني هو المدون القرآن الكريم فيه ما يحتاج البشر وفيه كل شيء هذا كتاب مدون والله سبحانه وتعالى فيه اسماء وامرنا بان ندعوه بالاسماء الحسنة ولكن لله سبحانه وتعالى ايضا كتابا اخر وهو كتاب تكويني كون مخلوق الاسماء الحسنة هي مفاعيم تدل على الله سبحانه وتعالى ولكن مخلوقات الله جل وعلا ايضا هي تدل على الله سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد ولكن اعظم الاشياء واجلها وافضلها هو وجود النبي صلى الله عليه وآله واهل بيته هذا الكتاب التكويني اول ما خلق الله نور النبي واهل البيت سلام الله عليهم وخلق من انوارهم كل شيء فذاك الكتاب التكويني الالهي ولذلك في بعض الروايات تعبير عن اهل البيت يقول نحن اسماء الله ادعو الله بنا لأنهم الكتاب التكوين الله اسماء الله التكوينية وهم افضل مثال وابرز مثال لو دعونا بهم الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائنا كما لو دعونا الله بالاسماء والصفات باسماء الله الحسن الله يستجيب الدعاء طبعا هناك شروط كثيرة ربما الدعوة بالاسماء لا تستجاب الا اذا كانت ظروف الاجابة مهيئة وظروف الاجابة حتى تتهيأ هناك شروط مختلفة الشروط تذكر مثلا انسان يكون على وضوء يكون متوجه يكون جالس باتجاه القبلة يستغفر من ذنبه تلك شروط مختلفة ومن اهم الشروط لاستجابة الدعاء نقول ذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لان الصلاة على محمد وآل محمد تستجاب قطعا اللهم صل على محمد وآل محمد والله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه لا يستجيب دعاء وبجنبه دعاء آخر يرد الله كريم ما دام قبل الدعاء الأول وهو الصلوات يقبل ما بعده من دعاء فإذن حينما نقول يعني نحن نجعل أهل البيت سلام الله عليهم واسطة ووسيلة إلى الله سبحانه وتعالى هذا لا يعني كما بعضهم يعبر عنه كأنه يجب بساطة كأن القضية عادية أنه الله يحتاج له واسطة أخو الله مباشر هو موجود شنسوا بأهل البيت صحيح الله موجود ما قلنا الله ما موجود ولكن الله له نظام أنت إذا تريد ولد بس تقول إلهي رزقني ولد موجود هناك قصة لطيفة تذكر بها المناسبة واحد قاعد يدعو دائما ويلح على الله في الدعاء أنا أريد أولاد الآن الملائكة جزعوا من دعاء فرأى في المنام قال لي يا أخي أنت تزوج أول حتى الله يطيك ولد الشوال تمام الزوج وتريد الله يطيك ولد أو فإذن الزواج واسطة للولد له مو واسطة زين ليش الله يقدر يطيني ولد بلا واسطة يقدر لو ما يقدر يقدر ولكن الله عند نظام في الكون نظام الله يحكم الكون الله ممكن يستجيب لنا مباشرة لا نقول لا يمكن يمكن طبعا ولكن هو نظام الله قال أنا جعلت هذه الوجودات المقدسة المباركة وسيلة بيني وبينكم كما الأسماء الحسنة واسطة ووسيلة هو النظام بهذا الترتيب فحينما تمشي مع النظام تفوز تمشي خلاف النظام قد تفوز قد لا تفوز إذا مرات تفوز إذا كان نسان جاهل لا يعلم الله يشمله بلطفه ورحمته هذا الجاهل أما المعانيد ربما لا يفوز يدعو مليون مرة والله لا يستجيب له المسألة تحتاج إلى أصول طريق معين وهذه طرق الله وأبواب الله بهذا الطريق قلوا نحن أبواب الله تتوصل إلى الله سبحانه وتعالى اعرض حاجتك من خلالنا أحيانا للإنسان ما مواهل لاستجابة الدعاء الذنوب عنده الذنوب تمنع بس هو يدعو اللهم موجود بالأسماء الحسنة بس عنده ذنوب والذنوب تمنع شين سوي حينما يدعو بأهل البيت أهل البيت يدرون المشكلة شنوه فيسألون الله أول بالمغفرة له حتى هذا الحاجز يروح ثم الله يستجيب خب هذه رحمة أهل البيت من رحمة الله سبحانه وتعالى جعل لنا النبي وأهل بيته سلام الله عليهم لكي تقضى حوائجنا تسهل أمورنا نوفق في الدنيا يبعد عنها البلاء المصائب الشرور نحن نعاند نقول له إلا أردار كبراسي أنا أعرف تكليفي بكيف كيف 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 الله لا ما صاروا الله مشكلة ذول يقولون هذا الكلام هما مفاهمين الله جاهلين بالله سبحانه وتعالى ولذا يتكلم بهذا الكلام إذا قلنا مثلا الإمام يرزق قال إذن الله يعني صار تقاعد بعد ما يرزق وهكذا يفهم الله بأي شكل الإمام يرزق بإذن الله بقدرة الله الله يرزق بالاستقلال من قال أن الأهم مستقل حتى الجاهل من الشيعة لا يقول أن الأهم مستقلين في فعلهم يقول أنت عندك كرام عندك جاء عند الله إشفاع لي عند الله إنسان مملوء بالذنوب من قرني إلى قدمي إنت يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله إشفاع لي عند الله وريد حاجة منك إنت روح توسط شلو أنت توسط ويا من تحكي شلو أنت تحكي ويا الله أنا ما أدري شلو نحكي أحيانا ذنوبي تمنعني وما أقدر أوصل فهذا المعنى نقول نتوسل بهم حتى يوصلون دعائنا ويكونون سبب في الاستجابة وتحقق المطلوب الله سبحانه وتعال جعلهم رحمة للبشرية النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين الله جعله يعني هل رحمة النبي معارضة لرحمة الله الله الرحمن الرحيم يعني صار تقاعد وهكذا تفهم الأمور فما لازم بعضهم جهل بالله بناهم الله كلش نصيص إذا واحد هم صار رحيم صار رأسا الله وهكذا والدكتور إذا نجال مريض من الموت هم صار الله هذا يحيي ويميت وهكذا تفهم الأمور الله سبحانه وتعال بالاستقلال مالك الملك خالق كل شيء كل شيء بأمره ما زالت الأمور ومجال الأمور بيده بالرغم من مليارات الأسباب والبسببات في الكون والعلل والمعلومات ولكن كلها خاضعة لمشيئة الله لو شاء يعطل أي نظام من الأنظمة كما عطل أن النار محرقة في العالم كله بس إبراهيم عليه السلام عطل نظام عطل خلص ما يشتغل هذا النظام الحيوان يأتي من تزاوج حيوان ولكن ناقة صالح أخرجها الله من الجبل بلا نظام مو نظام زواجوا وناقوا جمعوا وزوجونوا إلى آخر لا واخرجوا هذا معجزة إلى هي له القطرة الماء سائل في الكون لا يمكن أن يكون الماء صلب ولكن لموسى عليه السلام جعل 12 طريقا وهذه صارت مثل الجدار الصلب الماء من الجانبين والطريق يبس الأرض يبست وأمر يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يقوم بكل ذلك ولكن هل هذا يقوم دائما به لا يقوم به دائما وترك باقي الأمور للأسباب والمسببات وأمرنا أن نتوسل بأهل بيته واطلبوا إليه الوسيلة فإذن توسلنا بأهل البيتهم سبب من أسباب استجابة الدعاء وهم رحمة للبشرية جعلها الله لهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون مؤمنين عاملين صالحين ومشمولين بدعاء إمامنا وولينا وحجة الله على خلق صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه وعجل فرجه وسهل مقرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المماهدين لظهوره في خير وعافية اللهم بجلال وجهك الكريم وقرآنك العظيم وبن محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى اقضي حوائجنا يسر مطالبنا من على مرضانا بالشفاء والعافية من على جرحانا خصوصا جرح الجهاد الكفائي بالعافية والسلامة اجعل الظالمين بالظالمين واجعل المؤمنين من بينهم سالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر أن من أنت علينا بولاية أهل البيت في الدنيا فعرفنا مقامهم وشفاعتهم في يوم القيامة وارزقنا العبور على الصراط في أمن وأمان ببركتهم ودعائهم اللهم وارزقنا الجنة معهم مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولا روح موت المؤمنين خصوصا العلماء والشهداء وذوي الحقوق رحم الله من يهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة قبلها صلوات اللهم أحسن على محمد ومحمد بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله رحمنا الرحيم ملك يوم الدين يكن أبود يكن السعين إذن أشاء أظهر المشهر الاسم الأعظم نعم السؤال عن الاسم الأعظم أي اسم من الأسماء الحسنة كلها الحقيقة الاسم الأعظم لا يعرف هو وإنما هناك كثير من الروايات تذكر مضامين متعددة بعضها تذكر أن اسم الله الذي هو يجمع كل الأسماء والصفات صفات الجمال والجلال هو الاسم الأعظم بعضها يذكر أنه قول لا إله إلا الله هو الاسم الأعظم لو كنا مؤمنين به حقيقة ممكن أنه يؤثر هذا المعنى خصوصا مثلا الآيات الستة التي فيها الاسم الأعظم شهد الله أنه لا إله إلا هو مثلا الله لا إله إلا هو الحيو القيوم يتكرر فيها الله لا إله إلا هو فأعذي قرينة ربما على ذلك قيل الاسم الأعظم لو ثلاث وسبعون حرفا واثنين وسبعين حرف الله أطلع نبينا والبيت السلام الله عليهم وبقي حرف علم الله مكنون علمه وباقي الأنبياء لا يعرفون منه إلا بعض الحروف بعضهم يعرف حرفين من الحرف الاسم الأعظم مع ذلك يأتي بالمعجزات بحرفين بعضهم عشرين حرف والكمال للنبي صلى الله عليه وآله والبيت اثنين وسبعين حرف هل يأترى هي حروف مجردة أو حروف مع روحانية وإيمان خالص بحيث يؤثر ذاك الحرف ربما الحالة هي حالة الإيمان الخالص تولد الاسم الأعظم أهل البيت عندهم وفي مثلا رواية عن الإمام الصادق سلامه عليه بمضمونة أن يقول لو أردنا أن ندعو الله ونلحه في الدعاء أن يهلك هذا الطاغية الإمام الصادق عليه السلام وأيام المنصور وظلم للشيعة كثير يقول دعونا والله كان يستجيب لنا ولكن لتجري مقادير الله نحن لا ندعو إذا كل شيء ندخل الله عنده حساب عنده قضاء وقدر في الدنيا وخلق الناس ليبلوكم أيكم أحسن عمل وإذا أحلقنا الظالم بعد الفتنة راحت وليابين الخبيث من الطيب هذه راحت حكمة الله راحت في الأسباب والمسببات فإذن لديهم القدرة أن يدعون ولكنه لا يستعملها لأن الله سبحانه وتعالى أعرف بالمصالح ربما يدعو الإيمان في مناسبات معينة بس لطيفة أنا ما أدري الإسم الأعظم أو غيره بس لا بس كقصة فديوم عمار يجي إلى أمير المنوع السلام وكان يشكل فقر وقد فقر كثير لا يستعمل لا يستعمل أمير المؤمنين يعني دير بالك علينا ما عدنا شي ما نفعل إحنا قال لزين طلعوا ويا خارج المدينة حفر بالأرض وطلع كيس مملوء ليران ذهب قال لزين هذه ليرة لك اصرفها على عيالك واخذ هو أمير ليرة ويغطيها عمار قال لها أمير وانا أخذها كلها وزاع الناس قال لي لا لا كاف وحدة إليك غطاها كلها ورجع حقوب يومين ثلاثة خلصت الفلوس عمار شاف هذا كنز موجود وكنز بالأرض راح يدور عليه كل ما يدور عليه مكانه وانصار موكم رجع شاف أمير المؤمن يفتسم قال لها عمار رحت تدور على الكنز فيدي الفلوس راحت اختفت انتهت سلام الله عليهم في بعض الموارد يستعملون ذلك هم لا يستعملوا دائما موارد خاص مصلحة خاصة الأخير كان ممكن واحد من الشباب المؤمنين الله يحفظ شبابنا وبناتنا جميعا إن شاء الله وآباءهم وامهاتهم هذا كان بطل ليلة زواجه الريس بعده وذهب إلى القتال في غزوة بدرة وحدة من الغزوات وضرب بسهم وخرجت عينه من مكانها هذا عريس جديد عنده زوجة واستوى من زوج البارحة واليوم جاي وهذا الوضع يرجع وعينه ودم وضع محرج جدا يعني وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وقال يا رسول الله نتيجة أنت شوف هذا شاب وعريس وأنت شوف أنت رسول الله صلى الله عليه وقال وضع يده المبارك على عينه فأرجعها سالمة كما كانت طبعا مناسبة قضية معينة شيء لتثبيت الإيمان في قلوب الناس لسه مراعاة لظرفه ممكن النبي يستعمل المعجزة ولكن لو يستعمل المعجزة كل القتل هم يقدر يحييهم عم حمزة هم كان يقدر يحيي كما قادير الله قضاء وقدر الله رح يتوقف فلا تستعمل المعجزة أو اسم الله الأعظم إن كان يستعملون اسم الله الأعظم في المعجزة إلا في موارد معينة خاصة بداينا ينطينا وإحنا نريد كل قضية ونستعمل الاسم الأعظم هذه مشكلة تصير سننا تحضر قصتين لا بس ليالي شهر رمضان ليالي مباركة وشوية قاعدين تسلف كواحد أغض من الإمام الاسم الأعظم تعلم أو من أحد العلماء تعرف الاسم الأعظم السادة عندي الاسم الأعظم وإفتار يدور شي سوي شي سوي فإن معجز يدور يشاف الأسد ميت بالأرض فدعى الله بالاسم الأعظم أن يحيي هذا الأسد الأسد أول ما حتيه هجم عليه أكله ومات هذا يحسن استعمال الاسم الأعظم يعني الله طه الاسم الأعظم يعني هشكي يسوي بروحه قصة أخرى للإمام الصادق سلام الله عليه كان واحد من شيئة يلح عليه شوف ظلم وجور وإيام العباسين وبعد شيئا مجمورين شي سوون يا ابن رسول الله ما تشوف هذا ظلوم شغل جور شغل عذاب شغل كذا سجون تعذيب قتيل إلى متى احنا شيئا مذبوحين أنت تعرف الاسم الأعظم قطيني الاسم الأعظم سخوة الإمام لو يريد يدعو يبيه الإمام كان يدعو يقول لا تطيني أنا أنا ما عدي ما أنا فالإمام يوم من الأيام بعد إلحاح طويل قال له تروح بكرة على الجسر بغداد توقف واللي تشوفه تجي تخبرني هذا موقف على الجسر الناس تعبر منه منه إلى قريب المغرب شاف رجل كبير السن حطاب جمع الحطاب يبدو يأتي بالحطاب من خارج المدينة يجمع الأعشاب من الصحراء وجاي بالحطاب على الدابة على حيوان وجاي يعبر من الجسر صدفة خشبة من الحطاب مست ثوب واحد من الأغنياء الأثرياء بغداد هذا مار و تأثر شوية ملابسة بالعودة من الحطاب صار أصبي أنه شنو ذول المقادية الفقرة يجعين هنا واصدق الثوبي هذا فيجى شال كل الحطب الموجود على الدابة ذبه بالنهر وبعدين شال هذا الفقير نفسه أيضا شاله ذبه بالنهر وراح سهذا الرجل هو يتأثر شنو هالظلم سهذا من الصبح لليه المشتغل يريد بيع الحطاب للناس حتى يستعملوا بالنار يصير عنده شوية فلوس يأخذ ما يحتاج أهلي من طعام في تلك الليلة يأكلون سهذا ما عنده ما عنده ما كانت أدم فلوس ويجمعوه غيره شغل يوم بيوم يشتغلون سهذا يروح الليلة عائلته وعائلته يبقون جعانين فتألم كثير قال له عندي الاسم العظام الآن أنتقم من هذا الظالم اللي يجي سوى أجل الإمام فاير قاله مو قلت لك تعلمني الاسم العظام شوف شلون ظلم الناس تظل الإمام قال له ذاك الحطاب كان عنده الاسم العظام لو كان يريد كان هو استعمله اللهم صلي على محمد ذاك مؤمن ما يستعمله عشوائيين ولا يثأر لنفسه ولا يوقف القضاء والقدر الإلهي بعد كيف ومزاجه الله يريد يمتحن هو مؤمن يمتحن إخو يمتحن إذا استعمل الاسم العظام بعد هو ما يمتحن الله يريد يبتلي فيصبر فيؤجر بالصبر وإذا ما يصبر ما يحصل أجر الصابرين أجر الراضين أجر الأهل اليقين فهذه مسائل كثيرة موجودة ولذلك يحتاج إلى روحية خاصة في جانب الاسم العظام حتى الإنسان يكون مؤهل لذلك نسأل الله أن نكون